موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وداعا طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراخك لمحزنون لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإن إليه راجعون رحمة الله عليه طبيب بدرجة إنسان هذا الرجل توفي اليوم عنده 76 سنة كلها في الخير وكلها من أجل الخير وهو صغير في السن بيحكي أن والده طلب منه أنه يخش كله الطب وكان متفوق جدا فقال له خش كلية الطب يا ابني عشان تبقى دكتور مش عشان تكسب فلوس لكن علشان تكون رحيم بالفقراء والغلابة ودخل كلية الطب بالنية الجميلة ديت إن نبقى طبيب وساعد كل الفقراء وكل الناس الغلابة اللي مش قادرين يدفعوا ثمن الكشف ولا قادرين يجيبوا العلاج ربنا أكرمه وتخرج وفتح عيادة سنة 75 في منطقة طنطة في مدينة طنطة وبعدين ربنا قدر بعد كده إن العيادة بقت اتنين وبقت تلاتة ما كانش بيفتح العيادة في مكان راقي علشان يجيلوا علية القوم بل كان بيفتح العيادات في أماكن شعبية بسيطة اللي عايش فيها كلهم ناس غلابة وكان يتعب نفسه ويروح من العيادة ديت في الوقت وعيادة دي في وقت والعيادة التالتة في وقت ما بياخدش ولا يوم أجازة إلا الأعياد فقط حتى في الأعياد بيكون كأنه يعني على أهبة الاستعداد أي حد محتاجه وما كانش بيتأخر عن أي حد كان عامل الكشف بأجر رمز جدا للمستطيع واللي مش قادر ما يدفعش ولا مليم بل يكشف عليه ويستقبله أحسن استقبال وهو ماشي كمان يدي له العلاج مجانا سبحان الله كان بيقول يعني لا ينبغي أن احنا نتخذ مهنة الطب مهنة من أجل جمع الأموال وإنما لخدمة الفقراء والمساكين والمرضى عمره في حياته متأخر عن حد أبدا جالوا منح مادية من بلاد كتير جدا رفضها كلها قال أنا أعمل هذا العمل لله لا أريد دنيا ولا أريد شيئا بشروه بأنهم في طنطة هيطلقوا اسمه على شارع من أكبر شوارع طنطة قال لهم ولا يهمني أي شيء من هذا التكريم أنا أعمل كل العمل ده من أجل الله سبحانه وتعالى أنا كالجند المجهول باللفز كده بيقول أنا كالجند المجهول بعمل كل ده ابتغاء مرضاتي لا أرجو الثواب إلا من الله سبحانه وتعالى كان الناس متعلقين بهذا الرجل تعلق حقيب جدا حاسين أنه هو مش مجرد دكتور ده أب ليهم أو جدي ليهم لأنه كان كبير في السن رحمه الله رحمة واسعا تخيلوا فإز ما كشف كتير من الأطباء ربنا يحفظ الجماعة يا رب العالمين كشف كتير من الأطباء أقل كشف 200 جنيه وكشف وعض الدكاترة بيوصل ورب الكعبة الكشف الواحد ألف جنيه تخيلوا يا مسلمين أن بعض الأطباء لما تسألوا طب ليه حضرتك كشفك ألف جنيه يقول لك هو ده مقامي ودي يعني منزلتك أقول له نعم منزلتك أن أنت تاخد مش ألف لا ده أنت تستاهل عشر تلاف لكن الناس فقراء وأحوالهم ما يعني لا تتحمل مثل هذه المبالغ العالية وقد يكون مريض ومضطر ومحتاج وهكذا كان الدكتور محمد مشالي رحمه الله رحمة واسعا كان بياخد الكشف عشر جنيه للمستطيع العشر جنيه ده إيه ده آخر كشف وصله في عياته وإلا فقبل كده كان بثلاثة جنيه واثنين جنيه وجنيه ونص جنيه وحاجات بسيطة جدا جدا لكن آخر كشف وصله كان عشر جنيه تخيلوا حضرتكم كشف بعشر جنيه واللي استشارق مجانا وفوق ده كله اللي ما معهوش ما يدفعش بل وياخد العلاج مجاني وهو ماشي من عند هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة كان بيشتغل في اليوم كم ساعة رغم كبر سنه وانتوا هتشوفوا الصورة موجودة في المقطع ده صورة هذا الرجل العظيم رحمه الله رحمة واسعة كان بيشتغل في اليوم اتناشر ساعة والله العظيم لو شبف عز شبابه ما يتحمل انه يشتغل طبيب اتناشر ساعة ده كان بيشتغل اتناشر ساعة ويريد في عيادة واحدة كان بيتنقل بين ثلاث عيادات يما سأل المزيع قال له ما بتتعبش من انت تتنقل ما بين ثلاث عيادات وانت كبير في السن قال له الحمد لله انا خفيف الوزن واتنقل بسهولة الحمد لله والناس المرضى دولة محتاجين ان انا اروح لهم لحد عندهم في منهم ناس لا يملكوا حتى تمن المواصلة اليوه لحد عندي وفي ناس غلابة وتعبنين ومش قادرين يتحركوا انا اللي اروح لهم لحد عندهم وانا بتعمت اروح المناطق الشعبية البسيطة لانها فيها عدد كبير من الفقراء والمرضى والمحتاجين اللي محتاجين واحد زحالاتي يقف جنبهم وهكذا عامل هذا الرجل كالجند المجهول رحمه الله رحمة واسعة قصته بتخليني اقول الدنيا لسه بخير وعايز اقول لكم ان فيه اطباء برضو برضو من اهل الخير والله العظيم وانا قابلت ناس بالمنظر ده مش لدرجة ان يكشفوا عشرة جنية لكن اي نعم كشفوا 200 و300 و600 لكن لما يلاقي حد محتاج لا يمكن ياخد منه ولا مليم ولما يلاقي حد فقير ومعدم كان يديله كمان العلاج من عنده بل اعلم اطباء والله العظيم وقدام عيني كان لما يلاقي حد مريض وتعبان جدا وفقير اكون انا في زيارة الطبيب ده لانه صديقي وبيحاول يداني نفسه لكن طبعا كنت بشوف يعني كان يكشف على المريض دوته وبعدين علشان ما يعرفش حد انه بيعمل خير ده ويظهر هذا الخير لا كان يشوف كده لو اثار الفقر بينه على وجه هذا الرجل يقول له ده تمن الكشف اللي انت دفعته بره وده خليه بيني وبينك محدش يعرف وده العلاق بتا حضرتك بالله عليك محد يعرف ده حاجة بيني وبينك سبحانك يا ربي الدنيا لسه فيها خير وعلى قد كده يعني حتى لو كان في طبيب بيغلي سعره بنقول له دي رسالة من الدكتور محمد المشالي شوف النهاردة يوم وفاته شوف السوشيال ميديا كلها مقلوبة دعاء ولجوء الى الله سبحانه وتعالى بان ربني يرحم هذا الرجل الطيب المبارك شوف قده الدنيا كلها قلوب الناس كلها تدعيله انا بقول يا بختك بجد يا بختك والله العظيم قصته بتخليين اقول الدنيا لسه بخير وقصته بتخليين اقول شخصيا يا رتني كنت مكانك يا ليتني كنت مكانك تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله الكرآن فهو يقوم بها آناء الليل وآناء النهار فله جار يقول يا ليتني مثله فافعل مثل ما يفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي والتاني رجل اتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار فيقول جار له يا ليتني عندي مثل ما عنده فافعل مثل ما يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي انا بقول يا ريت كان عندي من علم الطب بما عند هذا الرجل الطيب المبارك الدكتور محمد مشالي حتى افعل مثل ما يفعل وأرجو أن يكون لي مثل الأجر بنيتي مثل ما كان له بعمل هكذا سيرة طيبة وعمل طيب وبعد العمر الطويل ده كله يموت وعنده 76 سنة لا كان يهمه دنيا ولا كان يهمه حاجة ولما حطركوا الصور بتاعته على المقطع بتاعها تتحجبه كان رجل بسيط جدا في مظهره لدرجة أن الناس كان بتنتقده يا دكتور يعني برضو أنت دكتور كبير ومشهور والدنيا كلها بتحبك يقول لهم أنا لا يشغني للمظاهر ولا يشغني السيارات ولا البيوت حتى عيادته كانت قمة في البساطة بقول لحضراتكم عرض علي تجهيز عيادات فخمة جدا مجانا ويقودها هدية فرفض قال خليني في العيادة البسيطة دي اللي بستقبل فيها الناس الطيبين البساطاء دولة علشان يشعروا أن احنا كده زينا زي بعض كده ويشعروا بشيء من الأنس ومن الراحة هم موجودين عندي سبحان الله لم يتأخر عن أحد أبدا عمره ما رفض أي مريد لأنه ما معهوش بالعكس بيقول كنت بفرح بالمريد اللي معهوش أكتر من المريد اللي معاه كنت لما بيجيني مريده وما معهوش كنت بفرح بالثواب وبالأجر العظيم رغم أنه واخد أجري من الاتنين بفضل الله أجر وثواب لأني عشر بنيتي أصطب مش فلوس فقبال حضرتك ومع ذلك كان بيعمل كل هذا الخير وكان بينفق على كل أفراد عائلته على أولاده وعلى أولاد إخواته اللي ماته وكان يعني رجل خير وكان لا يتأخر عن أي أحد وخرج من الدنيا لا يريد منها شيئا إنما أراد وجه الله فجعل الله له القبول في قلوب المسلمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده الله والله عز وجل إذا أحب عبد النادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض المزيع كان بيسأل الدكتور محمد مشالي كلمة جميلة أوية قال له طب ليه يعني بعض الناس من إقلية القوم بيبقوا عايزين يجولك وبيتكسفوا عشان تكشف عشر جنيه ليه ما تخليش كشف بعشر جنيه للفقراء وكشف مثلا بخمسين جنيه أو بميت جنيه أو تلتميت جنيه للأغنية قال له الغاني يقدر يروح لحد غيري يروح لابه تلتميت جنيه ما فيش مشكلة إنما أنا عايز الفقير هو اللي يجيني اللي أصلا مش لاقي يروح لي دكتور تاني وعايزه يجيني عشان هو محتاج إنه هو يتعالج وأنا مش عايز إن أنا أكون سبب لإننا يكون فقير محتاج يتعالج أكون سبب إنه هو ما يتعالجش فعشان كده أنا مخلي الأجر كده أنا كان عليها مش عايز حاجة لكن الفلوس ديات لإني في عندي حد شغال في العيادة وفي موية وفي نور وفي ده وفي ده وفي تكاليف معينة وفي الإعلاج اللي بنعطيه للمرضى وهكذا ولولا ذلك ما أخذت منهم شيئا شوفت ديه؟ وهكذا إذن فدي سيرة طيبة بنقدمها لكل أحبابنا وإخواننا من الأطباء الأفاضل ربنا يباري فيهم جميعا لعلنا وعسى نجد من يعني يقتدي بهذا الرجل الطيب المبارك دكتور محمد مشالي ويرحم هؤلاء الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا ترحموا ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لا أملك في نهاية هذا المقطع إلا أن أقول وداعا طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعل حفرة من حفر النيران وأن يرزقه صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأن يقر عينيه بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن يلحقن به على خير اللهم آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر